اما نتكلم عن سرطان الدم وانواعه واعراض هذا النوع من السرطان معروف ان سرطان الدم بيعتبر من اكتر انواع السرطان انتشارا ولكن الامر الايجابي او المبشر فيه ان سرطان الدم بيعتبر من انواع السرطان اللي لها فرص علاج ونجاح بتبقى اكتر من الانواع الاخرى للسرطان هنحاول نركز على منشأ سرطان الدم واعراضه التي تظهر على المريض وكيفية تشخيص هذا النوع من السرطان سرطان الدم من اسمه هو نوع من السرطان بيصيب كرات الدم وبيأثر على انتاجية هذه الكرات في الجسم ووظائفها اللي هو اصلا بيعتبر منشأ كرات الدم في الجسم هو نخاع العظام هو المسؤول عن انتاج هذه النوع من كريات الدم لان الدم بيتكون من كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وصفائح دموية وباللزمة الدم الجزء بالتحديد في نخاع العظام الموجود او المسؤول عن انتاج كرات الدم وتصنعها وتخلقها هو ما يعرف بيه الخلايا الجزعية الخلايا الجزعية الموجودة في نخاع العظام وخاصة العظام الكبيرة زي عظام الفخزين دي مسؤول عن انتاج كريات الدم بتكون ثلاث انواع من كريات الدم زي ما ذكرنا كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء والصفائح الدموية لما سرطان الدم بيصيب نخاع العظام هذه الخلايا الجزعية الموجودة في خلايا العظام بتقوم بانتاج كرات الدم البيضاء اللي هي مسؤولة عن الوظيفة المنعية في جسم الإنسان ومهاجمة الميكروبات المختلفة لما الإنسان بيصيبه سرطان بيحصل خلل في برمجة الخلايا الجزعية فتقوم بانتاج كمية كبيرة جدا كمية هائلة من كرات الدم البيضاء وهذه الكرات بيكون فيها تشوهات وتكون غير طبيعية أو خلايا سرطانية ولذلك كرات الدم البيضاء ارتفاعها بصورة حدة جدا ربما ربما بيؤثر يعني بيشير إلى وجود مشكلة في الدم بس لازم بالضرورة تكون سرطان ولكن بيتم التعرف مثلا أن الإنسان مصاب بعدوى معينة فالجسم بيقوم بانتاج كمية هائلة من كرات الدم البيضاء للسيطرة على هذه العدوى في حالة وجود سرطان الدم زي ما ذكرنا بيحصل خلل في برمجة خلايا الجزعية في نخال الزم فلما بتنتج كمية هائلة من كرات الدم البيضاء هذه الكرات تكون مشوهة وغير قادرة على القيام بوظائفها في محاربة الأمراض المختلفة أو القيام بعملية تخسر الدم والمهام الأخرى المناعية الضرورية لحماية جسم الإنسان لما نيجي نتكلم عن أنواع سرطان الدم اللي ممكن تصيب الإنسان هناك ثلاث أنواع رئيسية من أنواع سرطان الدم أول نوع اللي هو النوع المعروف أو المشهور اللي معظم الناس تقريبا تعرفه وهو ما يعرف به اللوكيميا هذا النوع من سرطان الدم أو اللوكيميا يظهر في الدم وفي نخاع العزم هذا النوع من السرطان في الدم يتم فيه إنتاج عدد كبير من الخلايا غير الطبيعية خلايا الدم وتؤثر على إنتاجية نخاع العزم من خلايا الدم الحمراء بالتحديد والصفائح الدموي يعني إذن المرضى اللي بيتم تشخصهم بنوع سرطان الدم من النوع اللوكيميا بيبقى عندهم مشكلة في تكوين كرات الدم الحمراء والصفائح الدموي إذن هؤلاء المرضى بيعانوا من مشكلات عديدة زي فقر الدم الإجهاد الشديد نتيجة قلة الأكسوجين المحمل في الدم بسبب خلل في خلايا الدم الحمراء كمان طبعا الأنميا والإرهاق والمضاعفات المحتملة أو المختلفة والإضافة إلى التعرض للنزيف بصورة مستمرة النوع الثاني من أنواع سرطان الدم وهو اللمفومة نوع من السرطان يعرف به اللمفومة هذا النوع من سرطان الدم بيظهر في الجهاز اللمفاوي وهذا النوع من السرطان بيصيب الخلايا اللمفية اللي هي مسؤولة عن محربة الأمراض والبكتيريا المختلفة في جسم الإنسان يعني هذا النوع لأنه معروف أن جسم الإنسان فيه دورة دموية وفيه دورة يقابلها دورة لمفوية فيها سائل لمفاوي وهناك أوعية لتصريف الدم وأوعية لتصريف سائل اللمف والخلايا اللمفوية مسؤولة عن وظيفة منعية عن القضاء على البكتيريا التي تخذ الجسم إذن الإنسان المصاب بالسرطان من النوع اللمفومة من أعراضه أو من المضاعفات اللي بيعاني منها أنه إنسان دائما الإصابة بالعدوى منعته منخفضة جدا يعني أقل إصابة بكتيرية أو فيروسية بتأثر على الجسم بيصاب ممكن يعني بعدها من قدر على الحركة والتعب والإرهاق الشديد وتظاهر وظائف الجسم النوع الثالث والأخير من أنواع سرطان الدم هو ما يعرف بالورم النقوي المتعدد أو الملتبل ميلومة الملتبل ميلومة أو الورم النقوي المتعدد هذا النوع من سرطان الدم بيبدأ بالظهور بالتحديد فيه بلزمة دم اللي هو السائل الموجود في الدم وهو نوع من خلايا الدم التي يتم إنتاجها في نخاع العظم أيضا بتظهر بعض المضعفات على المرضى المصابين بهذا النوع من الأورام السرطانية في الدم ننتقل بعد كده إلى الأعراض التي تظهر على مريض سرطان الدم إيه هي الأعراض أشهر الأعراض اللي ممكن تظهر على المريض المصاب بسرطان الدم في البداية يعني يجب أن احنا نعرف أن أعراض سرطان الدم بتتسم بالبطء الشديد جدا في الظهور يعني لا تظهر فجأة ولكن بتاخد وقت طويل جدا وبتختلف طبعا من شخص لآخر وبتختلف حسب نوع السرطان اللي احنا ذكرناه فمثلا في النوع الأول اللي هو اللوكيميا اللوكيميا الأعراض اللي بتظهر على مرض سرطان اللوكيميا هو فقر الدم بيعانوا دايما من فقر الدم لأن الجسم لا ينتج عدد كافي من كرات الدم الحمراء والتي لا تقوم بوظيفتها الاعتيادية في جسم الإنسان زي ما احنا ذكرنا من نقل الأكسوجين والغزاء إلى خلايا الجسم فبالتالي بتظهر على المرضى الأعراض من التعب من الإرهاق ضيق التنفس الدوخة الغسيان شحوب الواجه والبشرة والشعور بألم في الصادر كمان يبقى دي أول عرض وهو فقر الدم وهو خاص بنوع سرطان اللوكيميا أيضا العرض الثاني اللي بيظهر على المرضى هو تخصر الدم تخصر الدم المسؤول عن تخصر الدم هو الصفائح الدموية المكون الموجود في الدم هو الصفائح الدموية في حالة إصابة الجسم بالجروح والنزيف سرطان الدم بيأثر على إنتاج الصفائح الدموية فبنجد أن المريض المصاب بسرطان الدم بيكون عنده إذا أصيب بجرح بياخد فترة طويلة جدا للالتقام وأحيانا بنلاقي أن مرضى سرطان الدم بيعانوا من نزول دم مستمر من الأنف كمان ممكن المرضى سرطان الدم تظهر عليهم أعراض أخرى زي ما يشبه الكادمات على الجلد بدون ما المريض بيتعرض لحادث أو كادمة أو حالة لا فجأة بيظهر علامات زرقاء أو حمراء بقعة كبيرة على الجلد ممكن أيضا بيعانوا من نزيف زي ما ذكرنا في الأنف أو في ألسة أو بقعة حمراء على الجلد أو نزيف حاد عند النساء في أثناء الدورة طبعا المرضى المصابين بهذا النوع من السرطان عندهم الإصابة بالأمراض بشكل متكرر بسبب انخفاض يعني وظيفة كرات الدم البيضاء وكسر التعرضهم للأمراض المختلفة بسبب ضعف جهاز المناعة وتكرر الإصابة بالأمراض أيضا بينتشر السرطان بالنسبة للسرطان الليمفوما اللي هو خاص بالأخد الليمفوية ممكن يمتد إلى أن المريض يعاني من التهاب في الحلق اللي تهاب شديد في اللوزتين لأن اللوزتين من العقد الليمفوية المهمة في الجسم ومن العقد الليمفوية الظاهرة والمكشوفة اللي هي اللوزتين الموجودين في الحلق فليهم أهمية جدا كبيرة في جسم الإنسان فأحيانا كتير في مرضى السرطان بعانوا من تورم اللوزتين أو الحلق وتضخم الكبد والطحال وهي أشهر الأعضاء الليمفوية المسؤولة عن الجهاز الليمفاوي أو المناع في الجسم أيضا مرضى السرطان الدم من الأعراض بيعانوا دايما كسرة الشكوى من ألم في العظام بالنسبة لللمفوما النوع الثاني من السرطان الأعراض اللي ممكن تظهر على مرضى الليمفوما طبعا زي ما ذكرنا تضخم في العقد الليمفوية يعني أبرز الأماكن اللي ممكن نشوف فيها هذا التضخم والانتفاخ اللوزتين أو العقد الليمفوية الموجودة في الرقبة أو الإبط أو منطقة بين الفخزين في الجسم كمان المرضى بيعانوا من ارتفاع درجات الحرارة المرضى أيضا مصابين بالسرطان الليمفوما بيعانوا من تكسرة التعرق وخصوصا أثناء الليل الشعور بالتعب والإرهاق خسارة الوزن بدون سبب واضح وحكة جلدية شديدة آخر حاجة بالنسبة للورم النقوي المتعدد العراض اللي بتظهر على مرضى الملطب الميلومة أو الورم النقوي المتعدد بيعانوا المرضى من ألم في الأعظام وألم يكون ألم حاد جدا وبالتحديد في أعظام الظهر والقفص الصدري كمان بيعانوا من ارتفاع نسبة أو مستوى الكالسيوم في جسم الإنسان وده بيصبهم بأعراض أخرى زي الغسيان أو العطش الشديد أو الإمساك أو فقدان الشهية والإعياء الشديد أيضا بيعانوا من تنميل وخضر في الأطراف وأحيانا نزيف حد في مناطق مختلفة من الجسم آخر حاجة بالنسبة لتشخيص هذا النوع من سرطان الدم تشخيص سرطان الدم كيف نشخص سرطان الدم طبعا بنشخص سرطان الدم بديهيا من خلال الدم أخذ عينة من الدم أو من المكان اللي بينشأ منه الدم وهو نخاع العظام إذن الطريقتين التي يتم بهم الكشف عن الإنسان مصاب سرطان الدم أو لا هو تحليل معملية بيتم أخذ إما عينة من الدم وإما عينة من نخاع العظام وهي الأكثر دقة والأكثر تحديدا وده طبعا بيرجع لطبيعة الطبيب أو المكان الإنسان متواجد فيه وهيقوم فيه بهذه التحاليل أولا مثلا فحص الدم فحص الدم بيتم عمل فحص عادي جدا اللي هو صورة الدم أو ما تعرف بالسي بي سي صورة الدم عادية بيتم طلب صورة الدم علشان يقدر الطبيب يلاحظ جميع أنواع خلايا الدم ويلاحظ أي تغير طارق فيه أعداد قرات الدم عن الوضع الطبيعي كمان ممكن يتم أخذ عينة من خلايا الدم ودراسة شكل الخلايا وطبيعتها عشان نعرف إذا كان فيه خلايا فيها تشوهات زي كرات الدم البيضاء أو غير مكتملة النمو وعددها كبيرة فطبعا ده بالنسبة لفحص الدم الطريقة الثانية هي أخذ عينة من نخاع العزم بيتم أخذ عينة من نخاع العزم وخاصة العزم الكبيرة زي ما ذكرنا اللي بيتم التصنيع فيها خلايا الدم زي الأماكن اللي ممكن ناخد منها عينة من نخاع العزم هي عزم الحوض وبيتم استخدام إبرة طويلة مجهزة بيتم غرزها في نخاع العزم وهذه الإبرة بتقوم بسحب عينة من خلايا نخاع العزم لفحصها وتحديد نوع السرطان ومدى خطرته كمان ممكن يتم أخذ عينة من الحبل الشوكي وبالتحديد من سائل النخاع الشوكي الموجود حول الحبل الشوكي والإجراء ده بيفيد جدا في تحديد مدى انتشار سرطان الدم وصل لأنه مكان في الجسم وانتشر وهل يمكن السيطر عليه ولا لا آخر إجراء بيتم بالكشف عن سرطان الدم أيضا هو الأشعة استخدام الصور الأشعة ممكن استخدام الأشعة المقطعية ممكن استخدام أشعة الرنين المغناطيسي اللي بتبين نخاع العزم من الداخل أو السائل المخي الشوكي أو السائل الموجود حول الحبل الشوكي وأيضا يتم استخدام الأشعة البوزيترونية في تحديد هذا النوع من السرطان ووجود أمراض الدم بصفة عامة دلالات أو أورام أو أمراض الدم بصفة عامة الأشعة بتفيد جدا إذا كان في تشوهات في نخاع العزم وفي الخلايا الجزعية ده كان كل المعلومات اللي حابين نوضح لحضراتكم بخصوص مرض سرطان الدم الأنواع والأعراض التي تظهر على المريض وكيفية تشخيص هذا النوع من السرطان في النهاية عجبك الفيديو نتمنى الضغط على زر الآجاب علشان ده بيشجعنا أن نحن نستمر نتمنى مشاركة الفيديو مع الأصدقاء علشان تعم الفايدة والاشتراك في القناة وتعفيل جرس التنبات على كل الفيديوهات علشان يصلكم جديد الموضوعات اللي احنا بنقدمها لحضراتكم في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بإذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد